بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب قشم الأحياء في كلية العلوم جامعة الملك خالد تحيطيب و بعد بنتكلم نهاردة في سمكة البولتي و الأسماك العظمية قلناها سيوكسز يعني نتبع زي سمكة البولتي وبنتكلم نهاردة في الجهاز التنفسي كلمنا عن مرفاتة عنه وكلامنا على المسانات العوم فالنهاردة بنتكلم بقى و نقول جهاز التنفسي الأسماك العظمية زي سمكة البولتي فيه أربع أزواج من الأيه الخيشية نحن قلنا قبل كده سبعة أزواج في كنوف البترمايزون خمسة فيه الدوج فش و أربع أزواج فيه سمكة البولتي موجود طبعا على الجانبية البلعوم كان معتاد أن لازم الأزواج الخيشومية تجد فيه البلعوم يفتح الخيشوم عن طريق مع بعضها البعض بحواجهات الخيشومية مختزلة يتكون الخيشوم الكامل من عارض خيشومي جيل بار يحتوي على قوس خيشومي هي كاري منحني وعاء دموي خيشومي صادر وعاء دموي خيشومي وارد لما نشوف السلايد اللي جاء دي دي الخيشين بالشكل ده لون الأحمر تبقى اسمك تزجة تزجة على نحية البلعومية تحمل حواجهات الخيشومية صفين من الأسنان الخيشومية وظيفة ايه الأسنان الخيشومية الموجودة دي منع الغزاء من الدخول إلى الحجرات الخيشومية تبقى زي الفلتر او المرشح كده عشان ما يدخلش فيه غير الماء بس في الخيشين يحمل كل عارض خيشومي صفين من خيوط الخيشومية بسمور جيل فيلمنت وتحمل هذه الخيوط الخيشومية على سطحها العولي والسفلي عدد كبير من الصفائح الخيشومية وصمار جيل لملي طيب تتعلق هذه الخيوط الخيشومية في داخل حجرة الخيشومية والتي يغطيها من الخارج غطاء الخاشيم كل الخيشوم الأربع موجودين في حجرة مغطى بغطاء الخيشوم عشان كده فتحها الخارجية فتحها إيه؟ تفتح الخارجية عن طريق فتحها واحدة بس فتحها إيلالية خلفية يمكنها أن تغلق أو تفتح عن طريق غطاء الخيشوم أثناء عملية التنفس ده الأسنان الخيشومية ده القص الخيشومي الأول ودي الأسنان الخيشومية للداخل اللي قلنا فايدتها ناتبنا للغزاء أو أي مواد أخرى هتدخل على الخيشوم ودي الصفاح الخيشومية الموجودة تحمل خيشومية بالشكل ده ده هنا صفيحة وده هنا صفيحة خشومية لأنها صفحة مزدوية لو جيت بص هنا هتلاقي قد قص الخيشومي بالشكل ده قص منحاني زي ما قال كده القص المنحاني ده بيحمل خيشومية الخيشومية دي ما أب итог سمو صفحة خيشومية طيب انا عندي صفاح النحية دى وصفاح النحية التانية كده. يبقى انا عندي ده القوس الخيشوم. جيل ارك. طيب يحمل ايه من حل البطنية كده الحرة كده الجوهه هتلاقي فيه الجيل اثنان الخيشومية. بعد كده هتلاقي في قلب القوس الخيشومي ده هتلاقي فيه وعاء دموي خيشوم صادر افراند. وعاء دمو خشومي وارد أفرانت برانكل آيفيزا هتلاقي بعد كده الجزء التاني اللي هي الخيوط الخيشومية هده الخيوط الخيشومية هده خطينهم كل واحد فيه يحمل ايه صفائح خيشومين جيل لميل لما يبقى بالشكل ده تعرف انه ده خيشوم كامل لو يحمل جزء واحد ولا يحمل في الجزء الاخر يبقى ده زي ما قلنا خيشوم نصف خيشوم او خيشوم ده بسموه هولو براين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته